جزائي وحبائي أهلا ومضحبا بكم دائما في نشفة المرور صباح كل يوم وأهلا بكم في نشفة مرور صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لعام 2023 يوم الثلاثاء ورشة عمل رسمية للعملين بجسد الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية وأيضا كذلك بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنصيق مع أدرات المرور بمحافظات القيرة الكبرى بنشر خدمات المرورية مكسفة مدعمة بالأوناش والقاليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سيرة السيارات وتحديدا في الساعات الأولى من الصباح الباكر والتي يطلق عليها ساعات الزرع الصباحية أحجام السيارات تختلف عن الأسبوع الماضي بسبب أجازة نصف العام لطلاب الجامعات والمدارس مما بيخفف الضغط المروري والكسفات المرورية على الشرع المصري وتحديدا في المناطق المؤدية ذهابا وأيابا إلى مجمعات المدارس وإلى الجامعات لذلك الحمد لله منذ الصباح الباكر معظم تحركات السيارات تمشي في سيولة مرورية الأحجام متوسطة في بعض المناطق التي توجد بها مناطق أعمال زي أعلى الطريق الدائري القاضي من زهراء المعادي والمعادي اتجاه مدن التجامعات الجديدة فبيشت حاليا كسفات متوسطة الأحجام لكن في سيولة مرورية في بعض المناطق أعلى الطريق الدائري أيضا كذلك بالنسبة لشرع الهرم المتاج إلى مطلع كبري الجيزة المعدني اتجاه منزل شرع الجامع يشهد أيضا كسفات متوسطة الأحمال وعقب تجاوز شرع الجامع يشهد سيولة مرورية أيضا كذلك بالنسبة لطريق النص القادم من المنصة اتجاه أول شرع بسع قد بيشهد حاليا كسفات متوسطة الأحمال وكان هذه الكسفات بتم تجاوزها من حيث السيولة المرورية عقب تجاوز مناطق مقرم عبيد مع طريق النص اتجاه محول الصراط بالمليون شجرة أيضا قامت الإدارة العامة للمرور وأيضا إدارة المرور محفظات كراء الكبر بالتعامل مع كافة الأعطال المرورية التي تحدث في الشرع المصري وتحديدنا في ساعات الزرر الصباحية وساعات الزرر المسائية وأيضا السيارات المتهلكة بيتم التعامل معها فورا بهدف سحب تلك السيارات حتى لا تؤثر على حركة سير السيارات وتقوم بإشغال عدد من الحرارات المرورية واللي بيكون لها تأثير سلبي على حركة المرور مناطق الأعمال بحمد لله تشهد سيولة مرورية ولا يتوجد بها أي كسفات أو تركومات مرورية سواء بالنسبة لمناطق الأعمال الخاصة بشارع جمعة الدول العربية وشارع قومية العربية خاصة بالمرحلة الثالثة الخط الثالث لمتر الأنفاء بداية محافظة الجيزة وأيضا المرحلة الرابعة الخطة الرابعة لمتر الأنفاء بشارع الهرم أيضا بداية محافظة الجيزة أيضا كذلك بالنسبة لإختار المنوريل بداية محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة سواء في شرق القاهرة أو حتى في محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبة فبيشت بحمد لله سيولة مضرية في حركة سير السيارات معظم طبط السيارات بيبقى موجود في مطالع ومنازل كباري ومداخل ومخارج الانفاء نظرا لقلة مساحات الحرارة المضرية والتي تستقبل تلك المطالع أو المنازل أو مداخل ومخارج غير ذلك الأمور طبعية تماما بعض الأطلال البسيطة بتحدث أعلى كبري 6 أكتوبة وبيتم التعامل معها فوضا من قبل خدمات المضرية المعينة بنفس الموقع حتى لا تسبب أي تراكمات أو كسفات مضرية بعض الكسفات المتحركة موجودة حاليا وتؤدي إلى بعض تراكمات المضرية أعلى الوسطة المعلقة المتاجئة إلى أعلى غامر وظامسيس وعقب تجاوز أعلى عبد المنع من ياض بنشهد بحمد الله سولة مضرية اتجاه منزل شرع البطل أحمد عبد العزيز بدائرة محافظة الجيزة يمكن أبرز ما لدينا اليوم قامت الإدارة العامة لمضر الجيزة بتعيين الخدمات المضرية اللازمة لمواجهة أي كسفات المضرية متوقعة وتسيير حق المضر وذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمسروع منوريل العاصمة الإدارية خط مدينة 6 أكتوبر بطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الوحاة وميدان الحصري الأمية السلزم غلقه كل لطريق امتداد محور 26 يوليو والسحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع بدخل نهايدي 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو وصل طبعا وجد تواجد خدمات مضرية مكسفة علامات إرشادية علامات تنظيمية وكذلك إرشاد قائد السيارات إلى الطرور المديلة لمنع أي تركومات مضرية ساعات الزرورة الصباحية بيبقى فيها نوع من التركيز من كابل الخدمات المضرية المكسفة بالهدف منع أي كسفات مضرية أو تركومات مضرية ونظرا أيضا لأن في الساعات الأولى من الصباح الباكر وخاصة بعد صارة الفجر بيكون فيه شبورة مائية كسيفة على الطرور الساحلية والطرور الزراعية والطرور المطلعة على المسطحات المائية بعد سقوط بعض الأمطار الخفيفة وخاصة بالنسبة لقادم المرسى مطروح ومناطق الأسكندرية سواء في المتاج المرسى مطروح اتجاه الأسكندرية أو القادم الأسكندرية اتجاه المرسى مطروح لذلك قامت الإضاءة العامة للمضرور بمنطلق واجبها الوطني بتعزيز الخدمات المضرية على كافة الطرور السريع وخاصة اللي بطلع على المسطحات المائية والطرور الزراعية والطرور الساحلية والطريق الدولي الساحلي بخدمات مدرية مكسفة مدعمة بمجموعات الدراجات المقرية وسيارات الغسر الفوضية وسيارات الدفع الرباعي بهدف منع أي كسافات أو تركومات مدرية أو لقدر الله منع أي حوادث مدرية قد تحدث لذلك تم تعزيز الخدمات المدرية على كافة الطرق السريعة بهدف منع أي كسافات مدرية قد تحدث خلال السير في الطريق العام خاصة في ساعات الظروة الصباحية وساعات الظروة المسائية دور رجال المدرية أيضا إرشاد قائد السيارات بمناطق الأعمال بالتجاهات التي تسمح بسير السيارات دون الوصول إلى مناطق الأعمال حتى لا تسبب أي نوع من الكسافات المدرية كبري أحمد فنجري هذا كبري كان معلوم للجميع أن حصل فيه تلفيات نتيجة الانفجار الغاز الطبيعي اللي كان حدث في نفس الموقع بحمد الله تم الإصلاح وأصبح الكبري الآن يعمل بكامل تقطو ذابا وآيابا بطريق النص بدائرة اسم شرطة مدينة نص أول دائما وأبدا بالناشر السابق قائل السيارات الالتزام بقواعد وقدام المدر التعاون مع رجال المدر وإن شاء الله رحلة سعيدة وموفقة للمصريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر